الأكبر من حيث حمولتها وتنوع محتوياتها سفينة المساعدات الإماراتية الرابعة المخصصة لأهالي غزة والتي حطت مرساتها في العريش تمهيداً لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية السفينة الضخمة حملت على متنها خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعين طن من المواد الإغاثية والغذائية بينها أربعة آلاف ومائة وأربعة وثلاثين طن من الطرود الغذائية بإجمالي مائة وخمسة وأربعين ألف عبوة ومائة وخمسة وأربعين طن من الأرز والدقيق ومائة وعشرة أطنان من المياه موزعة على مائتي ألف عبوة بالإضافة إلى أكثر من أربعة آلاف خيمة واثنين وأربعين ألف طرد صحياً للنساء والأطفال وثمانية عشرة طن من الأغطية المقاومة للشمس والرياح والأتربة وألف واستمائة حقيبة إغاثية المساعدات مستمر منذ بداية الأزمة وحتى الآن وتستمر المساعدات الإمارات وكما تعلم أن مساعدات الإمارات بالنسبة للسفن هذه الرابعة وكل سفينة تأتي تكون أكثر محملة مما قبلها وكانت السفينة انطلقت من ميناء الفجيرة في الإمارات في الثامن من يوليو الجاري ضمن عملية الفارس الشهم ثلاثة التي أطلقتها الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتعد السفينة الرابعة التي تصل العريش ضمن مبادرة الفارس الشهم ثلاثة والثامنة ضمن سفن المساعدات من دولة الإمارات إلى قطاع غزة هذه ليست أول السفينة، هذه السفينة رقم أربعة، يعني فيها أربع سفن وصلوا بالإضافة للسفينة العائمة، هناك تنسيق كامل مع الجانب الإماراتي على مدار الأربعة وعشرين ساعة للإستقبال كل أنواع المساعدات سواء مساعدات غزائية أو مساعدات طبية أو حتى الخيام اللي بتقدم لأهل غزة مبادرة الفارس الشهم الثلاثة نفذت العديد من المبادرات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة من بينها إنشاء مستشفيين ميدانيين وإقامة خمسة مخابز أوتوماتيكية لدعم الاحتياجات اليومية من الخبز لأكثر من 72 ألف شخص وإنشاء ست محطات تحلية تنتج مليون ومائتي ألف جالون من المياه يوميا يجري ضخها إلى قطع غزة بالإضافة إلى مبادرة طيور الخير لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بغزة فضلا عن تقديم المساعدات الإغاثية ومستلزمات الإيواء العاجلة للعائلات الفلسطينية المتضررة